ليس بحل لأصحاب سيرفرات الضعيفة أصحاب النت الضعف فهذا ليس بحل الـDNS كان نقوله عندما يكون عنده سيرفر ممتاز وعنده الإنترنت ممتازة ويقطع معه سيقول أين هو المشكل فالمشكل يكون في الـDNS الـDNS الإخوان الـDNS يجب أن تبتله لا تظهر على التقطع دعنا التقطع هذا هو بديل البيت المباشر لا تقوم بالتقطع في الـPTV يجب أن تكون لديه الإنترنت ممتازة ويجب أن تكون لديه 4 ميجا أو 12 ميجا ويجب أن تصل إلى 98 ميجا ويقطع معك تقول لي لا سي محمد أنا ويجب أن تقوم بالـDNS وباقي يقطع لا لديه 20 ميجا 50 ميجا 100 ميجا ويقطع معه أو لا يعمل مع السعر نهائيا وراء من هنا مثلا متوجد في المغرب ويجب أن لا يعمل ما هو الحل؟ الحل أنك أخي العزيز تبدل الـDNS اللي عندك في الـRouter تبدل الـDNS اللي يعطيك شركة التواصلات هنا بالـDNS دير جوجل أو كلاوتفلار أنا كنتستخدم جوجل أنا شخصيا كنتستخدم جوجل اللي هو الـDNS دير جوجل اللي هو 8 نقطة 8 نقطة 8 8 8 8 الـDNS الأول الـDNS اللي أريد أن تبدله 8 نقطة 4 نقطة 4 يعني 8 8 الـDNS 9 وما دير جوجل دخلوا الـRouter أنا سأفعل لكم شرح على الـRouter اللي عندي هواوي ونشرح لكم تعالى الـRouter الـTAP هؤلاء هؤلاء اللي عندي حاليا عندي Unify نعقد شوية بلما نشرح لكم ولكن قليل اللي عنده Unify يجب أن يكون غالي في التعمال مرتفع في الساعة لكن هؤلاء من المشهورين من المشهورين سأخبركم كيف تفعلوا الـRouter ونشرح الـDNS من الشركة وعملوا في جوجل سيعمل معكم APTV بدون تقطعات ومن المشهورين سيعمل Unpacker هذا ضرور لكم تفعله لأن الـDNS يلعب دور كبير سوف يفتح الطريق من الـ ربما يكون بلوكي ومن المشهورين يكون هذا إذا يجب أن يدعك طريق أخرى ومن المشهورين المشهورين جوجل جيد جيد من المشهورين نقوم بسيطة سواء على المشهورين وسأرعم لهم من عمله من المشهورين نقوم بسيطة يدعون وهي من المشهورين و São 8888 ممتازة لآخرين سوف أعطاء وكان الآخرين يقوم بسيطة نجرب هذا المشهورين ممتازة أنني أمضعت على السبيل اخذ الراوتر افضل على الديانس واضح الديانس في الروتر اضح الديانس في الروتر لمسه نقدر اضح الديانس اخذ الروتر اضح الديانس في الوصف الارجعة من الانتج الديانس هو 8 8 8 8 4 9 8 ودرج سيكون ممتاز وسريع انت عندك وما يكون تقطعات لكن هذا ليس بحل لأصحاب سيرفرات ضعيفة أصحاب النت الضعف هذا ليس بحل الـ DNS كان قوله الواحد يكون عنده مثلا سيرفر ممتاز وعنده الانترنت ممتازة ويقطع معه يقول أين هو المشكل والمشكل يكون في الـ DNS يكون في الـ DNS هذا يعني مسألة مفرغ منه فأمني كتب الـ DNS وهذا حل الغاوض للأخوة وعند أخوة في أوروبا وعند أخوان في أوروبا يكون السيرفر ممتازة بلوكي في ذلك البلد ولا يخدمش معه ولا يأتي واحد النار ولا يخدمش معه الـ APT ماذا يريد أن يدخل يريد أن يدخل الروتر ويضع الـ DNS لجوجل لحيي الـ DNS لشركة التسار هنا في حالة يكون يعمل واحد باسرال واحد آخر في حالة يعمل ويقوم بإمكانه ويقوم بإمكانه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة